يبقى اتفقنا دلوقتي ان احنا عشان نشوف المواد الإخراجية بتاعتنا او احنا هنتخلص من المواد دي ازاي انت قلت لي ساني أكسيد الكربون هينتج من عملية التنفس وانا مفروض اتخلص منه طيب ايه اللي يحصل لو ما خرجناش ساني أكسيد الكربون هل يشروع قولي هنموت يعني هنموت بالزبط كده هنتخنق ونموت لاني ساني أكسيد الكربون غسام يبقى ساني أكسيد الكربون ده ضر ولا مفيد لا ضر يبقى لازم اخلص منه اش كده يبقى انا بدور على المواد اللي تضريني عشان اقدر ادور الشيء ازاي اتخلص منها طب قوليلي الوقت المية دي اخلص منها ازاي وهل هي ضر ولا مفيدة احنا قلنا التيرم الاولاني ازاي بنخرج جزء من المية فاكرة ما هي اعمليت الاخراج ورد ماشي حبيبتي طيب انا بسأل ازاي العضو المكان اخرج المية دي النام هل ممكن تخرج مع التنفس يا شروق من السفير لا طب انفخ كده في ايدك انفخ كده في ايدك وشوفي فيه مخار مية على ايدك ولا لا ها جرابي كده اه اه يبقى ازا المية دي مفروض بالزبط يبقى المية دي لو زادت عن حد معين في جسمي هتبقى ضر سبحان الله المية كمان تبقى ضر ايوة ما احنا متفقين حتى بالبلد كده بنقول الحاجة اللي تزيد عن حدها تتقلب لضدها فالمفروض انا جسمي في نسبة معينة من المية مفروض لا تزيد ولا تقل لو قلت هيجيني جفاف لو زادت يبقى في مشكلة على الجسم بتاعي فلازم اوزن نسبة المية لازم اوزن نسبة المية يبقى المية الزيادة دي اتخلص منها اه طبعا لازم اتخلص منها وإلا هتضرني طيب يبقى انا عندي دلوقتي الفضلات الصلبة انت قلت من الامعاء الغليزة وفتحة الشرق عندي عملية التنفس كمان طلعتلي ثانية اوزيد كربون وإيه ومية طيب فاكرة طبعا طورة كريبس اللي غلبتنا الترميل اولاني صحيح؟ في عملية التنفس وفي دورة كريبس بالذات كنا بنقول احنا بندخل الكاربوهايدرات او الجلوكوس على هيئة السيطايل طب لو انا باكل بروتين قطعة لح او شربت كبات لبن او اخدت معلقتين فول او عدس بروتين البروتين ده انا بهضمه اه ويتخدم ويتحول الى احماض امينية والدم يشلها يوصلها للخلايا عن طريق الدموي سؤالنا هل البروتين لما يدخل دورة كريبس هينتج عنه مواد ضارة ممكن اتخلص منها او يعني يبقى فيه ضرورة ان انا اتخلص منها ولا لأ ده السؤال فكر معايا كده هل البروتين لو انا دخلت دورة كريبس هل ممكن يخرج منه مواد ضارة زي ما الكاربوهايدرات دخلت طلعت سانيوكسيد الكاربون والمية ايه رأيك اكيد اه زي مين يا شروق احنا بنسميها مواد نيتروجينية مواد ايه المواد النيتروجينية طبعا بالاضافة سانيوكسيد الكاربون بالاضافة للمي طب سانيوكسيد الكاربون وعرفنا ايه المواد النيتروجينية دي المواد النيتروجينية عبارة عن مواد نتجة من عملية هضم البروتين هذه المواد لو ترقمد في الجسد تضرنا تعالي نشوف نفكر بعض هي إيه دلوقتي أنا كان عندي البروتين لما بعمله عملية هد بتحول إلى ما يسمى بأحماض أمينية أحماض إيه؟ أمينية طيب الحمض الأميني تعالي نفكر بعض كان رمزه إيه؟ زرة كربون مرتبطة بأربع روابط هنا مجموعة الكاربوكسايل COOH هنا زرة هيدروجين هنا مجموعة ال-R هنا ال-N-H-A ال-N-H-2 تمام؟ أدي H ودي التاني ده كده الحمض الأميني اللي هيدخل دور الكريبس هيدخل دور الكريبس عشان نعمل إيه؟ نكسر روابط نطلع طاقة فين المواد النيتروجينية اللي هتخرج عندي؟ يركز بقى معايا كده شايفة ده بص المنظر ده كده ده إيه؟ ده زرة نيتروجين ومعاها ثلاثة هيدروجين بيتفصلوا عن المجموعة المتبقية دي دي اللي أنا بكسرها وطلع منها الطاقة وبتخرج عندي المادة دي NH3 ال-N-H-3 دي عبارة عن مين؟ عن النشادر بتاخد طبعا كيميا وعرفة NH3 دي مين يا ناقيا شروق؟ هم؟ النشادر النشادر نشادر طيب عادي تمام ما فيش مشكلة لأن نشادر تطلع ونقدر نتخلص منها برضو صح ولا لأ؟ هم؟ طيب مشكلتنا إيه بقى مع النشادر يا شروق؟ إن النشادر دي مادة سمة طيب لو المادة السمة دي وصلت مع الدم للمخ تعمل غيبوبة ووفاة في وقت قليل جدا طيب وبعد ايه؟ يعني ما عدناش ناكل بروتين؟ ولا ناكل ونعمل ايه؟ طيب البروتين اللي احنا بناكله مش بيطلع منه نشادر طيب بتروح فيه؟ الكبد بتاعنا بيخلصنا من المشكلة دي ازاي؟ له دور مهم جدا جدا في التخلص من انفضلات او فيه المواد دي اللي هي النشادر طيب النشادر دي الكبد بيعمل ايه؟ الكبد بيحول النشادر الى ما يسمى بالبولينة دي اه انا اقدر اتعامل معها جسمي يقدر يتعامل معها زي ايه يا شروق؟ شروق ما بتحبش تشرب الحليب تشرب كوبية لبن يا شروق او حليب؟ لا طيب انا تولدتك او مامتك عايزة تشرب خليك تشرب الحليب لانه مفيد هتقوم اعمل ايه؟ طبقة مهلبية زبادي روز بلبن آآ كاستر مكرونة بشامل هتاكل الكلام ده ولا لأ؟ هم؟ اه اه اكيد يبقى اذا هي الفكرة انت ما بتقدريش تشربي اللبن خلاص مفيش مشكلة بس ممكن تاكل زبادي او تاكل روز بلبن او تاكل كاستر او غيره اه خلاص ادخل الكوبية اللبن فيه فهي الفكرة كده انا جسمي مش بقادر يتعامل مع النشادر مادة سامة ما بقدرش اتصرف معاه يجب اعمل ايه؟ الكبت بيقود هنا يقولك يحليلك المشكلة الكبت هتعمل ايه؟ انا حول لكم النشادر دي من الصورة السامة من الصورة الضرة من الصورة اللي انتو مش قادرين تشتغلوا بيها الى الصورة تانية اقل سمية يا برضو سامة ولكن اقل سمية تقدروا تتعاملوا معاه طيب يا عمي شكرا كتر خيرك يدخل الكبت يحول النشادر الى البولينة عشان نتخلص منا يبقى انا كده جمعت المواد اللي انا محتاجة اخراجها بره جسمي اللي هي عبارة عن المادة او المواد الصلبة من الامعاء الغليظة عندي ساني اكسيد الكربون عندي بخار المية عندي المواد النيتروجينية اللي نتجة من عملية هضم البروتين عندنا حاجة تانية يا شروق نتخلص منها اه هي ايه؟ ليه كيف اكل الموالح يا شروق ساردين ورنجا وفسيخ والكلام ده؟ بتاكل الكلام ده؟ بقول لا باكل فسيخ بس جميل الظن مينفعش فسيخ بدون بصل مظبوط؟ ها جميل طيب الناس اللي بتاكل البصل دي بقى بعد ما بتخلص اكل ريحك تنفسها ايه؟ بصل طيب انا عايزة شيل ريحة البصل دي اعمل ايه؟ اه ها دا وانت اكلة فسيخ؟ لا ازاي بقى؟ انت بتقول ليك في الاكلة دي طالما اكلت فسيخ واكلت معاه بصل هنفترض ان انت خارجة او راح تزوري حد او حد جاي يزوركو فانت مش عايزة ريحة البصل تبان في بوقك او تبان في معه في نفسك هتعملي ايه؟ ابسط حاجة هاخصل سنانة بالفرشة ومعجوب هاكل ورقة نعناع احط ورقة قرون في الفبق اعمل اي يعني اي حاجة لها ريحة تغطي عن ريحة دي تمام؟ يبقى معنى الكلام لو انا اكلت بصل لو شربت حلبة لو اكلت مثلا فطاير بي قولي معايا بايه يا ستي بايه الله ما صالح على السيدنا محمد بالشمر لهم ريحة الكمون كسبرة الشطة لما بتدخلي عند العطار وجدت راح تشتري اي حاجة من عند العطار تعرف في التوابل ازاي؟ من ريحتها ريحت الكمون معروفة ريحت النعناع الاسم الكسبرة ريحت الشطة ريحت كزا البابريكا الكاري الكركم كل حاجة لها لونها ولها ريحتها دي اسمها توابل احنا بنأكل التوابل دي بنحطها في اكلنا يعني توقفها جنب ماما في المطبخ ويا بتطبخ لازم تحط التوابل دي في الاكل عشان تبدي ريحة وطعم للاكل لكن الاكل اللي بدون توابل مالوش طعم زي اكل العينين اللي احنا بنقول عليه كده اكل العينين فالتوابل دي مادة انا باكلها طيب المادة دي هل هي ضرة بالجسم لازم اتخلص منها ولا مفيدة ما دورش عليها اكيد لو زادت عن حدها هتبقى ضرة فانا محتاجة اتخلص منها حطي بقى التوابل هنا مع المجموعة اللي حضرتك عايزة تتخلص منها يبقى انا عايزة دلوقتي طريقة يا جماعة اتخلص بها من المواد الصلبة سانيوكسيدي الكربون خار المية مواد نيتروجينية والتوابل تمام كده؟ طيب ده هيخلينا نسأل بقى نفسنا هي المواد دي كلها اقول عليها مواد اخراجية ولا اقول عليها فضلات وهل في فرق بين كلمة مادة اخراجية وكلمة فضلات ولا ما فيش ايه رأيك في فرق ولا ما فيش في فرق اكيد طيب انا عايزة اعرف الفرق عشان ابدأ اقول مين من دول مادة اخراجية ومين مادة او فضلات عادية اوكي هعرف ازاي تعال نروح ملجز الفضلات كلها عم بتخرج وهو لازم طالما انت قلت انت حكامت ان دي مادة ضرة لازم تخرج من الجز من فعشة سبح هالضريني ساني اكسيد الكربون انت قلت السائد ضر المية لو زادت ضرة نيتروجين ضر مواد النيتروجينية ضرة التوابل ضرة فضلات السلبة ضرة كل ده ضر لازم يخرج يخرج بقى فضلات ولا مواد اخراجية انت قلت فيه فرق تعالي نقول فيه فرق ولا لا فاكرة السنة اللي فاتت لما كنا بنتكلم على الخلية وقلنا الخلية لها غشاء بلازمي هذا الغشاء مكون من طبقتين طبقة اسمها الفوسفولايبيد فاكرة المنظر ده خلينا نرسمنا كده جزء من الغشاء شوفها تفتكري ولا لا طبقتين من الفوسفولايبيد مطمور في وسطهم وحدات اللي بالأصفر ده من البروتين فتكرت المنظر ده ولا لا اه اه تمام يبقى الغشاء بتاعي ده عبارة عن طبقتين من الفوسفولايبيد في وسطهم وحدات من البروتين ده الغشاء وبالتالي الغشاء هو اللي بيخرج وهو اللي بيدخل يبقى اللي داخل واللي خارج لازم يكون له مكان ادخل واخرج منه يا ترى انا هدخل واخرج من طبقة الفوسفولايبيد ولا من طبقة البروتين ايه رأيك ادخل منين او ادخل منين ادخل من الفوسفولايبيد لأ ندخل من البروتين يا شروق ده لأ ما نفعش ندخل من ليه لان البروتين ده اللي احنا بنسميه بوابات او مضخات او فتحات الدخول والخروج سنة الفترة كنا بنقول ان غشاء الخلية بيتكون من طبقتين من الفوسفولايبيد مطمور فيهم وحدات من البروتين هذه الوحدات تعمل كبوابات لدخول وخروج المواد من وإلى الخلية يبقى البروتينات دي الوحدات دي هي دي اللي بتفتح وتقفل وكأنك بتفتحي باب او بتقفلي الباب فاذا لو انت بتخبطي علي وانا عايزاك وعايز ادخلك هفتحلك الباب وقولك اهلا وسهلا اني شروق اتفضلي طب لو انا مش عايز اشروق هعمل ايه مش فتح الباب صح ولا لأ صح تمام طيب اتفقنا او اتفقوا العلماء على ان ركز معي بقى ان المادة التي تستطيع العبور من غشاء الخلية نطلق عليها مادة اخراجية المادة التي تستطيع العبور من غشاء الخلية هنطلق عليها مادة اخراجية والمادة التي لا تستطيع تبقى مادة غير اخراجية يعني فضلات يبقى ايزا في فرق بين كلمة فضلات وكلمة مواد ايه ها اخراجية الفضلات هي المواد التي ها قولي تانية شروق الفضلات مواد لا تستطيع العبور من خلال غشاء الخلية اما المواد الاخراجية تستطيع العبور من المواد يعني ايه تستطيع ولا تستطيع يعني ليه بوابة ليه باب انا ليه باب زي بالزبط مدرسة وفي باب او في بوابة للطلبة بنات وفي بوابة طلبة الولاد وفي بوابة للمدرسين جميل هل الولاد يقدر يدخلوا من بوابة البنات لا مش بتاعتكم ما تدخلوش من هنا ابدا طيب هل انا مثلا كمدرسة ينفع ادخل من بوابة بتاعت الولاد لا منفعش كل واحد ده بوابت يدخل وخرج منها طب انا مليش بواب ادخل منها زي العامل اللي ماشي في الشارع هل اي حد في الشارع يدخل للمدرسة لازم يبقى طالب او مدرس او زائر جاي للمدرس نقول له اهلا وسهل لكن انت عامل براكب عربية مثلا وبيبيع خضار يدخل بالعربية بتاعته للمدرسة ينفع يبقى اذا المادة التي تستطيع عبور الاخشية نطلق عليها مادة اخراضية والمادة التي لا تستطيع عبور هذه الاخشية يعني ليس لها بوابات او اماكن تدخل منها نقول عليها مواد ايه فضلات طب ما تيجي بقى دلوقتي نحدد احنا عندنا مواد صلبة وعندنا ثاني اكسيد كربون وعند بخار الميا وعند المواد النيتروجينية وعند التوابل مين من دول يقدر يعبر من خلال اغشية الخلايا هل المواد الصلبة بتعبر من اغشية الخلايا خلينا نفكر بعد انت قلتي ايه في الاول انت قلتي ان دي بتخرج من فتحة الشرج البرازة اللي بخرج من فتحة الشرج طب انا عندي فتحة الفم اهي وبعدين القناة الهضمية الفم البلعوم المريء المعدة الامعاء وبعدين فتحة الشرج يبقى انا اكلت مادة غزائية من فتحة الفم اتنقلت جوة الامبوبة جوة الامبوبة جوة الامبوبة جوة الامبوبة لما خرجت بر هل دي عبرت من اغشية عبرت من اغشية شروق لا صحي كده على صوتك لا ساب الضبط ايه افترض ان باباكي واقف في الشارع وراح يخسل العربية بقولك يا شروق هتلي مية يخسل العربية عندك خرطوم طويل اوي حطيت طرف الخرطوم في الحنفية والطرف التاني سحتيه والداتيه الباباكي على السلم او من البلك هنا هتفتح يا حنفية المية اللي هيحصل المية هتجري في قلب الخرطوم لما تنزل من الطرف التاني هي نفس الفكرة الفضلات الصلبة بقايا الغذاء التي لم تهضم هتمشي في قلب قناة من الفم للبلعوم للمريء للمعدة للامعاء الدقيقة للامعاء الغليظة لفتحة الشارع اذا لا تستطيع العبور من خلال اغشية اذا دي ليست مواد اخراجية وانما هي فضلات علل البراز فضلات وليست مواد اخراجية هقوله ليه لانها لا تستطيع عبور الاغشية طيب ثاني اكسيد الكربون انت قلت هنتخلص منه عملية الزفير في الرأتي يا طرى ده عبر اغشية ولا لا افكري معايا كده عبر اكيد لان من جدار الاوعية الدموية نقل من جدار الاوعية عن طريق الانتشار دخل على جدار الحويصالة ومن الحويصالة الرئوية او الهوائية الى برة او خارج الجسم يبقى اذا ده اقول علي مادة اخراجية طيب المية تقدر تعبر من خلال الاغشية ولا ما تقدر شيء ايه رأيك تقدر انها برضو طلعت انسان تقدر اهو انت النافختي في ايدك طلع بخار مية اذا ادرت طيب المواد النيتروجينية تقدر تعبر من الاغشية اه اه والنيتروجيني اللي خارج مين فيهم اكتر من التاني نسبة النيتروجيني اللي دخلت واللي خارجت من الحويصالة فاكرة قلنا ايه الترميل اولاني اللي دخلت اللي دخلت اعلى اه معنا لو قلت اللي دخلت اعلى يبقى اذا النيتروجين قدر يعبر من غشاء الحويصالة ويدخل للداخل هل النيتروجين بيقدر يدخل للداخل هل انت عندك وعاء دمه وبيمر فيه نيتروجين لا طيب يبقى اذا ما دخلش يبقى النسبة اللي دخلها لو 2% هتخرج 2% لو 10% هتخرج 10% لو 70% هتخرج 70% ليه ليس لها بوابات لا تستطيع العبور وبما انها لم تستطع العبور اذا هي ها يلا فضلات برافو عليك فضلات يبقى أنا عندي مين فضلات دلوقتي عند النيتروجين غاز غير المواد النيتروجينية دي حاجة ودي حاجة غاز النيتروجين والمواد الصلبة دي فضلات أما المواد الإخراجية سانيوكسيد الكربون الميا المواد النيتروجينية التوابل فيب كده أقدر بقى دلوقتي أقول يعني إيه مادة إخراجية ولا ما أقدرش أقدر أقول يعني إيه مادة إخراجية إزاي أعرف إزاي المادة الإخراجية دلوقتي يا ستة شروق تعالي نشوف الإخراج عملية حيوية ماشي يتخلص فيها الكائن من الفضلات الناتجة عن عمليات الهضم أو العمليات الحيوية اللي إيه اللي بيعملها جسم الإنسان طب السؤال دلوقتي يا ستة شروق أنا دلوقتي عرفت الفرق بين كلمة الفضلات تمام وبين كلمة المواد أحزا الفضلات والمواد الإخراجية عرفت الفرق بين الاتنين ركزي بقى معايا هل كل الفضلات تعتبر مواد إخراجية ولا كل المواد الإخراجية تعتبر فضلات هل كل الفضلات تعتبر مواد إخراجية ولا كل المواد الإخراجية تعتبر فضلات المواد الإخراجية المواد الإخراجية سالوكسيد الكربون ما هي احنا قلنا كلمة فضلات يعني سأجرب التعريف اللي أنا جايبهولك بيقول لي يتخلص فيها الكائن الحي من الفضلات الناتجة عن عمليات الحيوي وما قال ليش هنا دي مواد إخراجية ولا مواد فضلات وقالها دي فضلاته بس أنا فصصت منها طلعت منها المواد الإخراجية وطلعت منها الفضلات يبقى إذن كلمة فضلات أعم وأشمل ولا كلمة مواد إخراجية الفضلات جميل يبقى إذن أنا عرفتي دلوقتي أن عملية الإخراج هي عبارة عن عبارة عن إيه ستة شروق عبارة عن عملية المفروض العملية دي أنا بتخلص بيها من الكائن الإيه أو من المواد الإخراجية تمام طيب هنا بيقول لك المادة الإخراجية ركزي بقى هي المادة التي تستطيع أن تعبر من الغشاء البلازمي وتغادر الجسم في المادة الإخراجية أما الفضلات الناتجة عن تكسير المواد البروتينية ومنها اليوريا وحامد اليوريك دي يسمعها مواد النيتروجيني جميل طيب إذن معنا كده المواد التي لا تعتبر أو لا يعتبر تخلص منها عملية إخراج زي الطعام المهدوم وزي غاز النيتروجي وظيفة الأعضاء الإخراجية بتاعتك إيه بتخلصك من المادة السمة وفي نفس الوقت تعمل ضبط أو تنظيم للإسموزية بتاعت الجسم نسبة المية قلت ولا زادت الأملاح الفضلات النيتروجينية الغزة من أكسيد الكربون وهكذا طيب السؤال دلوقتي بقى أنا عايزة أحدد مين الأعضاء اللي هتخلص بيها من المواد دي أنا عندي هارجع أقول تاني الفضلات عندي ساني أكسيد الكربون عندي بخار المي عندي المواد النيتروجينية عندي التوابل تمام؟ عندك النيتروجين عايزة حدد الأعضاء الإخراجية بتاعتي هنا انت قلتلي الفضلات هتخرج من فتحة الشرق صح؟ مم فتحة الشرق دي تابع أي جهاز؟ جهاز يخرج لا فتحة الشرق الجهاز الهضمي مم مش كتب ليه نهاية اللي هي مين الأمعاء الغليز طب ثاني أكسيد الكربون يخرج منين يشرق قلنا من الرئة والرئة دي تابع الجهاز التنفسي طب بخار المية أو المية ممكن من الرئة وممكن تطلع من الجلد عرق وممكن تطلع من الكليا بول يبقى هنا بول وهنا عرق والتنفس يبقى معنا كده المية بتخرج من ثلاث أماكن من هم الرئتين والجلد والكليتين طيب الفضلات المعادة النيتروجينية تخرج منين أو تدخل منين أو تدخلص منها الزيت قالك الفضلات النيتروجينية كمان يا إما من الجلد مع العرق يا إما مع الكلا في البول الفضلات دي أو المواد النيتروجينية دي اللي هي احنا بنسميها النشادر زي ما قلتلك أو البولينة أو يوريك أو حامد اليوريك أو حامد البولينة الكائنات الحية بيختلف طريقة تخلصها من هذه المواد دي بالذات لإنها مواد خطر جدا على حسب نوع الكائن الحي ومكانه وتغذيته فتلاقي الأسماك اللي عايشة في المية بتطلحها على هيئة نشادر ما بتضرها شو بتطلع في المية على طول تدف المية تلاقي مثلا الطيور بتطلحها على هيئة ما يسمى بي اليوريك أو حامد البولينة في الساديات إحنا الإنسان الإنسان بيتخلص منها إزاي هنتخلص منها عن طريق لأنها شادر للكبد بتاعنا فيصلها عن الحامد الأميني أو الحامد الأميني بتاعنا وإحنا كإنسان كساديات راقية إلى حد ما إحنا أركى أنواع الساديات أقدر اتخلص من المواد دي عن طريق من يا شروق عن طريق إن أنا الكبد بتاعها هيفصلها في الأول وبعد كده هيحول هالي إلى ما يسمى بحامد بحامد البوليك بحامد البوليك يبقى إذن أو البولي نقصد يبقى أنا عندي دلوقت الطيور والحشرات والزواحف حامد البوليك البرمئيات والساديات بولينا الأسمات نشادر هي كلها نفس المادة بس كل كائن حية بيتخلص منها بطريقته على شكل حاجة معين طب التوابل أخلص نفس منها إزاي التوابل دي تخرج منين يا ستة شروق قال لي والله التوابل دي ممكن تبقى مع ثواني التوابل دي ممكن تبقى مع الكلة في البول يعني البول هيبقى مية وأملاح وتوابل ومواد نيتروجينية خلي بالك بقى جمعي مكونات البولي اللي عندنا طب ممكن أتخلص من التوابل دي منين كمان اللي ممكن تتخلص منها عن طريق الرئة إزاي الرئة اللي ما هو إن احنا قلنا النفس النفس بتاعنا يبقى دي كمان عن طريق الرئة اللي المواد المتطيرة أو الغازات المتطيرة النيتروجين برضو من الرئة لأنه بيدخل وخرج زي ما هو مناش حلقة بي يبقى لو لاحظت كده إحنا حددده كام عضوة عندنا عندي تبع الجهاز الهضم وإنا دريستو الترمي الأولاني مش عايزاه ده تبع الجهاز التنفسي درستو الترمي الأولاني مش عايزاه الجلد ما درستوش الكلة ما درستهاش الرئة وخلصت منها جميل يبقى أنا كده الترمي التاني ما عنديش غير الجلد والكلة آه وعندك الكبد عشان نعرف دور الكبد بيعمل إيه في عملية الإخراج يبقى لما جاء حدددلوقت يا شروق مين عملية المواد الإخراجية اللي عندنا حلقة الجهاز الإخراجي ده ما يسمى بالجهاز الإخراجي الكليتين الحالبين والمسان ده جهازنا اللي احنا هندرسه الترمي التاني في عنوان الإخراج في الإنسان جهاز كامل آه زي ما احنا درسنا الجهاز الهضمي جهاز الدوري جهاز التنفس كمان هندرس الجلد عضو الجلد ده الجلد بتاع ايه دي أو بتاع جسمنا تبع جهاز اسمه جهاز المناعي المناعي ده السنة جاه ثلتة سنة أنا هدرس بس الجلد فقط لغير بتكون من ايه وعملية الإخراج فيه بتتم ازاي تمام يا ستة شروق تمام تمام يبقى احنا النهاردة او الحصة عرفنا يعني ايه كلمة اخراج عملية حيوية بيقوم بها الكائن الحي عشان يتخلص من المواد السامة اللي نتجة من العمليات الحيوية مين المواد دي سانيوكسيكاربون ومية فضلات نيتروجينية او عندك فضلات صلبة او نيتروجين او تواب طب افرق ما بين الفضلات والمواد الإخراجية ايوة المواد الإخراجية تستطيع العبور من الاخشية اما الفضلات لا لا تستطيع لا تستطيع طب من الأعضاء اللي عندنا عند الكليتين عند الرأتين عند الجلد عند الكبد كل دي أعضاء اخراجية وكل عضو يوصل حاجة او يخرج حاجة لو انا سألتك بقى سؤال بيقولك فسري لا تعتبر الأمعاء الغليزة عضو اخراجي لا تعتبر الأمعاء الغليزة عضو اخراجي معاك الكتاب يلا افتح لي صفحة 14 كده السؤال رقم 2 في اختبر نفسك احلي السؤال الاول بعدين نروح له يلا رقم 2 فسر لا تعتبر الامعاء الغليزة عضو اخراب ليه لا تعتبر الامعاء الغليزة عضو اخراب احنا قلنا حبيبتي عضو اخراج يعني عنده بوابات المواد تقدر تعبر منها هل الامعاء الغليزة عندها اغشية تقدر الفضلات تعبر منها لا ما عندهاش يبقى بساطة اقوله لان الفضلات لا تعبر من اغشياتها خلاص وبالتالي مش عضو اخراج همال هي ايه هي اتخلصتها من الفضلات لكن مش عضو اخراج طب بص للسؤال اللي قابليه جابلك اعمدة بيانية وبيقولك مين المواد او الغازات اللي بتعبر الاغشية البلازمية عندها دخولها وخروجها من الرأتين ها مين عبر الغشاء هل هتبقى المادة اللي دخلها وخرجها نسبتها واحدة ولا مادة دخلت وخرجت نسبتها مختلفة دخلت كتير وخرجت قليل او العكس مين اللي نقول عليه عبر الغشاء مين